أنا عايزة تقدم للناس أو تشرح لهم يعني إنت إزاي بتعمل ده التحليل ناس عايزة تشوف ده ناس عايزة تشوف ده التحليل اللي عمله عن الماتش البني الأسيوبي ناس عايزة تشوف ده التحليل قبل ما نطلع على أسيوبيا عشان نحدد نوعات الضعف اللي هنزرها دلوقتي بالجرافيك هنشوف دلوقتي موقف لكور السبتة وما كان عندهم صعوبات في المرعبة في القرنرات هنشوف زي اتمرانا على التحركات دي هنشوف بردو ناحية نظرية وتمرين مخصص وتطبيق عاملي في المباراة هنشوف كل حاجة واتحة عن الفكرة اللي بيكلم عنها دي ونفس الحكاية عن الفرقة الأسيوبي كان عندها هجوم أحسن من الدفاع لأننا كان عندهم مشكلة في تنظيم الدفاعي هنشوف دلوقتي المساحة اللي هم الخلقوها ديت ناحنا استفادنا مينيه وعملنا القول الأول بتاع فابيو ويقبوا العربية ويقبوا العربية ويقبوا عائلت هنشوف كم شخص ونشوف ممكن من الدفاع من الدفاع حانجل دي دي المعلومات اللي بتروح للمدرد معلومات نظرية دي درواتي عن الجو العام عن الرطوبة عن درجة الحرارة حاجات مهمة بتعرف لان دي حاجات ممكن تأثر على عداء اللعبية الأحصيات بتاعت أخر مباراة ديها حاجات دي بقى البيانات الرقمية القواني اللي قات فيه مثلا بيظهر عندهم مشكل دفاعي السيستيما اللي دايما بيتطبعو ودي آخر تشكيلات لللاعبين عندهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة النات